بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المجموعة من المحاضرات هنتكلم فيها عن العلم اللي هيتناول قضية تكون البودي أورجنز وهنبتدي بأول مجموعة من الأورجنز اللي كانت بتشكل الهد أند نيك بتتكون من خلال أباريتس جهاز اسمه برانكيال أباريتس هذا برانكيال أباريتس بيوصف مجموعة كبيرة من الأورجنز بتشكل الهد أند نيك خرجت من أصل واحد اسمه فارينجيال أرشيز هذه الأرشيز اللي كانت بتكون البرانكيال أباريتس تعالوا نشوفها هتكون إزاي القضية عندنا بدأت بعد الأسبوع الرابع من البريجنانسي إذا ذكر الأسبوع الرابع من البريجنانسي لازم نتذكر حالة الجنين من خلال هذا السيكشن الجنين في نهاية الأسبوع الرابع كان تعرض لحدث جميل جدا اسمه الفولدينج عملية التشكل عملية التصوير صور الجنين الجنين أخذ صورة أخذ شكل مجسم الجنين قبل كده ما كانش مجسم كان عبارة عن قرص ديسك اسمه جارم ديسك أو إمبريونيك ديسك هذا القرص كان مدور كان راوندد ثم أوفل ثم بير إنشيل في الأسبوع الرابع تحول هذا القرص في عملية تشكيل جميلة حولته لمجسم من قرص مسطح فلات له بعدين اتنين فقط إلى جسم له ثلاث أبعاد هذا الجسم أصبح اسمه الإمبريون كان في بداية شكله كان شكل حبيت الفول زي ما احنا رسمينه كده من خلال ساجة السيكشن في حبيت الفول دي اللي هتصبح الجنين كان شكل هذا المجسم محاط بين الخارج بطبقة بممبرين هذه الطبقة كانت الإكتوديرم بعد ما تعرض للتاني للإنثناء للتشكيل للفولدينج أصبح يغطي كل السيرفس بتاع الجنين فالإمبريو محاط من جميع اتجاهاته بالإكتوديرم وليه كان من جميع الاتجاهات ما كان موجود في الظهر بس بس نتيجة الفولدينج حصل أوفر جراس للإكتوديرم ولف وشكل غطى للجنين من كل جوانبه من الأمام ومن الخلف يعني من ناحية البطل ومن ناحية الظهر ومن الجوانب شأنانه الصين بالطول في ساجة السيكشن وعاوزين نوصف شكله لأننا حبيت الفول اللي هي الجنين محاطة زي ما اتفقنا بإكتوديرم الكافرينج طيب الجنين كان له منظر في هذه المنطقة العلوية من الجنين كان هناك انتفاخ كان هناك جزء متضخم مستقبلاً سيصبح الرأس لكن ما قدرش أقول عليه رأس ما قدرش أقول عليه هد ما قلوش بلامح الهد ده هو تضخم في منطقة هد المستقبل فعش كده بيسميه هد بلج يالي الهد بلج حفرة هذه الحفرة اسمها استوموديم استوموديم ده الأصل اللاتيني للموس بس دي ملاش ملامح الموس لا فيه لقبرلب ولا لورلب ولا فيه موس كافيت ده عبارة عن حفرة فبيسموها الحفرة أو الفتحة يعني استوموديم كان يليه انتفاخ آخر اسمه سوراسيك بلج مستقبلا هتصبح منطقة السوراسيك بلج سيقوله على أيضا كاردياك بلج ثم يالي السوراسيك أو الكاردياك بلج ياليه انتفاخ يسموه الأنبلايكس واخيرا التيل أوف زا إمبريو ده كان في نهاية الأسبوع الرابع من بره طب من جوه في ايه؟ نتيجة الفولدينج الطبقة اللي كانت قاعدة تحت الإكتو ديرم اللي كان اسمها الإندو ديرم اتحولت لتيوب هذه التيوب اسمها إندو ديرمال أو جاتيوب كانت بتبتديه مباشرة من عند الستموديم وبتنتهي عند التيل أوف زا إمبريو بانتفاخ سموء الكولويكا هذه الأنبوب كانت الأول غشاء مسطح لكن نتيجة عملية انسناءة الفولدينج أوف زا إمبريو تحولت هذه الطبقة من طبقة مسطحة تعمل بعدين لأنبوب مجسم الأنبوب المجسم ده كان بيبتدي من عند الستموديم بالباكوفارينجي الممبرين وبينتهي عند التيل أوف زا إمبريو بانتفاخ اسمه الكولويكا هيعمل تاتش للإكتو ديرم عند الكولويكا الممبرين أما الكافتة اللي كان قاعد تحته الكافتة الأصلي اللي هو ده اللي اسمه الديفينيتيف يوكساك فهينفعص نتيجة الفولدينج ويحصل له بروجيكشن من قلب الجاتيوب ويظل على تصل بيها بدكت اسمها فيتيل وانتستينالدكت ينفعص ويدخل في قلب سرة الأنبلايكاس أوف زا إمبريو ويبقى اسمها الديفينيتيف يوكساك ده كان الإكتو ديرم وده الإندو ديرم ماذا عن الداخل اللي هو باللون اللي الأصفر ده بداخل الجنين كان كتلة خلوية رخوة اللي هي الانترا إمبريونيك ميزو ديرم هذا الانترا إمبريونيك ميزو ديرم هو بحر عظيب من الخلايا الرخوة لها المقدرة على التشكل في صور مختلفة تتحول بعد كده العدد كبير من الأنسجة البعض منها البون سيلز البعض منها المسل سيلز البعض منها البلد سيلز هذا البحر العظيم من الخلايا كان يحيط بالإندو ديرمال تيوب الجات تيوب من كل الاتجاهات طيب كان قاعد في الباك أوفزا جات تيوب استراكشر اسمه النوتو كورد أفكركم بيه بسرعة هذا النوتو كورد اللي كان خرج من الإكتو ديرم كان المحفز للإكتو ديرم هو خرج بالإكتو ديرم لكن بيحفزه إنه يكون شيء آخر الشيء ده كان هو نيورال تيوب اللي هو تصبح السيء النقس بعد كده اللي سفالك هد بتاعتها تصبح البرين والكودة الإند الدقيقة تصبح السبينال كورد ثم يختفي هذا المحفز اللي اسمه نوتو كورد ويتحول إلى الانتر في ارتبرا الدسك هذه هي طوبغرافيا إنصح التعبير طوبغرافيا الجنين في نهاية الأسبوع الرابعة وقادي الستراكشرز الأساسية اللي بتكونه عاوزين نشوف الهد أند ناك الديفرنت أورجنز بتاعتها خرجت منين تعالوا نشوف مع بعض من خلال الديجرام ده بس قبل ما أتكلم على الديفلوبمنت أو برانكيل أو فرينجي الأرشيز عاوز أذكركم بمعلومة مهمة المعلومة دي بتقول إن الأورجنز أو في هد أند ناك زيها زي الأورجنز بتاعت جسمنا كله كلها بتتريد تتكون في فترة من نهاية الأسبوع الرابع أو بداية الأسبوع الخامس وحتى نهاية الأسبوع الثامن كل البودي أورجنز بما فيها الأورجنز المرحلة دي الأورجنز كلها بتتكون طيب أمال الجنين هيعب بعد كده هيعمل إيه الأورجنز اللي تكونت ديت يحصل لها بعد كده عملها اسمها وتاخد شكل متناسب مع حجم الجنين يعني هتكبر في الصيز لكن تظل محتفظة بالشيب بتاعها إذن الشيب النهائي للأورجن هيبتدي يتكون في نهاية الأسبوع الرابع أو بداية الخامس وينتهي عند الأسبوع الثامن من بعد الأسبوع الثامن وحتى نهاية الحمل كانت هذه الأورجنز بيحصل لها increase in size أو maturation من هنا الفترة ديت فترة أول ثلاث شهور في عمر الجنين الفترة دي كانت فترة خطر جدا very risky ليه؟ عملية تكوين الأورجنز كانت بتتم بناء على شفارات موجودة على الجنز بتاعت الجنين الميت ألف جين اللي الجنين بيحملهم هم اللي بيكونهم أو اللي بيصدروا الأوامر لتكوين ال different body organs هذه الجنز ممكن تتغير يحصل لها mutation تشوه لو تشوهت بيحمل أوامر تكوين الأورجنز أوامر تكوين الأورجنز هتكون مشوهة فممكن الأورجنز وهي بتتكون في الفترة دا تتكون بصورة مشوهة فيحصل فيها الكونجينتال abnormalities اللي هي الكونجينتال المليز أو الميوتيشن تشوه فيه تشق في شكل الأورجنز المتكوينة طب إيه اللي هيشوه الجينات هيشوها تغير في البيئة اللي بتعرض لها الجنين المتصل بأمه كأن الأمة تتعرض لإشعاع كأن الأمة تتعرض لإنفيرومنتال تشينجز زي سيجرة سموكينج تتعرض لي بعض من الإكسبوجر لبعض من الدست أو تتعرض لي دراج انتيك سواء كان بالإنجيشن أو بالإنجيشن أي تغير في البيئة ممكن تتعرض لبعض الديزيزز زي الجيرمان ميزلز الحصب الألماني كل هذه العوامل من الممكن أنها تتسبب في تغير جيني يعقبه تغير شكلي للأعضاء المتكونة فيما يعرف باسم الكونجينة الأنوملز أو الكونجينة الأبنرومالتز كل ده كان بيتم في فترة تكوين الأورجنز اللي كانت من نهاية الأسبوع الرابع أو بداية الخامس وحتى نهاية الأسبوع الثامن مرحلة الأورجن فولميشن من أجل هذا السبب كان ينصح للمرأة الحامل في أول ثلاث شهور من الحامل بتجنب تعاطي على قدر الإمكان الأدوية أو العقاقير أو تجنب تعرض للعوامل الملوسة التي من الممكن أن تتسبب في تشوه الجينات اللي بتصدر أوامر تكوين البوضي أورجنز أوف زي إمبريو تعالوا ندخل بقى على مين على موضوعنا إحنا موضوعنا إحنا اللي اسمه الفرينجيال أرشيز أو برانجيال أرشيز لا اسمه أخرى سيرفيكال أرشيز أو فيسرال أرشيز لكن الاسم الأشهر هو الفرينجيال أرشيز الفرينجيال أرشيز عبارة عن مجموعة ستركشيرز هتخرج من الجنين وفي نهاية الأسبوع الرابع وتؤدي إلى تشكيل عدد كبير من الأورجنز في الهد أند نيك إزاي من خلال هذا السيكشن هنشوف إلا هيحصل ستبس زي تسكرايب زي فرميشن أوف فرينجيال أرشيز البداية تعلم المنطقة اللي تحت الاستوموديم في منطقة الفيوتشار نيك هيصدر إليها أمر بالنمو يحصل لها جرس نتيجة لذلك يحصل لها إيلونجيشن في المنطقة اللي مباشرة تحتها يعني جودلتوزاستوموديم هيحصل إيلونجيشن للمنطقة دهيت الإيلونجيشن في المنطقة دهيت هيسبب إن هذه الإيريا تطول ينظرها عن ناحية تانية في الإندودرم من جوة إن البروكسيما الاند أوف زي جاتيوب هي كمان هيحصل لها إيلونجيشن وتكون منطقة الفيوتشار فارينجز يبقى دي منطقة الفيوتشار نيك في الإيكتودير ومنطقة الفيوتشار فارينجز في الإندودرم حصل لهم من الاتنين إيلونجيشن بناء على شفرة جينية طيب هيظل الإيلونجيشن يمتد الإكستنشن لهذه المنطقة سيظل في الإمتداد والجنين الحجز اللي بيامه فيه ثابت فنتيجة لذلك يحصل فيه انبعاجات تكون عدد من الأرشز يبلغ وعددها ستة أرشز سيكس أرشز أر فورمد إن زي ريجون أوف زي ديفيلوبينج نيك اللي تقع تحت الإسطموديم الستة أرشز المتكونة قد الأول التاني التالت الرابع ثم خفزنا إلى السادس معندك كده ان الخامس موجود الخامس هيختفي يحصل له بس أبيرانز إيه السبب انه فقد البلات سبلاي اللي بيغزيه معنى كده ان كل أرش من هزي الأرشز بياخد شريان يغزيت جاي من الدورس الأورطة في الباك وبياخد له نيرفي يغزيه جاي من النيورال تيوب اللي قاعدة في الباك على النمط اللي احنا نشوفه الفرست أرش النيرفي اللي كان هيغزيه جاي من النيورال تيوب هو المنديبولار نيرفي السكن هياخد النيرفي يغزيه هو الفيشية النيرفي السänger السكر سياخد النيرفي يغزيه هو جلوس الفرنجي النيرفي الفرص الناعم سيغيذيه نيرفي نيرفي يغزيه هم من برانجية الفيغز اللي كان الأ��� Reinjib الفيغز الفering الفيغز ده اللي هو كمين ده اللي هو كان الكرينيا الاكسسوري بعد من فصل عن الاسباين الاكسسوري والتحق بالفيجاس نيرف وخرج منه في صور برانش اسمه الفارينج البرانش او فيجاس اما الارش السادس فكان النيرف اللي غزيه وايضا احد البرانش اسمه الريكرانت الارينجي ده كان النيرف سابلاي لهذه السيكس ارش على اعتبار ان الخامس اختفى طيب عاوزين نشوف تركيب هذه الارشيز من خلال هذا الكورونال سيكشن يعني لو جيت الرسمة اللي فاتت الرسمة دي كانت ساجتة السيكشن في الجنين اللي يشبه حبة الفول وتبين فيها شكل هذه الارشيز هذه الارشيز موجودة في الارشيز موجودة في نيك واخدى الفرانت والسايدز اما الباك فكان عندي في الفارينجز عاوزين نشوف الارشيز دي بتتكون من ايه من خلال هذا انا خلعت الفرانت والارشيز ونظرت اليها من خلال الكورونال سيكشن لقيت انا عندي الارشيز الستة همه الالفيرست السكند السيرد الفورس السكس ثم اختفى الفيفس زي ما اتفقنا كل ارشي من هذه الارشيز تكون من ثلاث حاجات من الخارج طبقة ميمبريناس ليير هي اسمها الاكتو ديرمال كافرينج يقب من الخارج اكتو ديرم هايغطي هذه الارشيز من الاوتسايد من الداخل هنجد اندو ديرمال لاينج اندو ديرمال لاينج ده يكون من ناحة الفارينجز في النص الكور اللي بالداخل كان ميزو ديرمال ماس او ميزو ديرمال ماس يبقى كل ارشي من هذه الستة ارخز او الخمسة المتبقيين يتكون من ثلاث اجزاء اكتو ديرمال كافرينج فروم اوتسايد واندو ديرمال لاينج من ناحة الفارينجز يعني فروم انسايد وفي النص ميزو ديرمال ماس او ميزو ديرمال ماس كل ارش مفصول عن الارش اللي يليه من فوق او من تحت مفصول عنه من ناحية النك بشق يسموه برانجيال كليفت ومفصول من الداخل بجيب يسموه فرينجيال باوتش ادي كان الاستراكشر بتاع الفارينجيال ارشيز طيب الميزينكايمال او الميزو ديرمال ماس الانترميديات ماس ديت دي جاي منين جاي من مصدرين اتنين المصدر الاول البر اجزال واللاترا الميزو ديرم ونرجع للجنرال الامبولوجي نفتكر مصير الانتر امبولوج ميزو ديرم لكن هتحول على السايدز اوف زينتو كورد لسري كولامز البر اجزال واللاترال والانترميديات البر اجزال واللاترال هم اللي هيكونهم مين كانهم هيكونهم الميزو ديرمال ماس بالاضافة الى بعض الخلايا المهاجرة من النيورال كريست ورجعوا النيورال كريست وافتكروا هو مين من النيورال كريست ستهاجر وتبتدي تشارج في تكوين الميزين كايمال او الميزو ديرمال ماس وتعطيني بعض من السكيلاتون اوف زين فيس هذا كان الستركشر بتاع الفارينجيال ارشيز طيب ده منظر طبيعي ادي الارشيز بتاعتنا الفيرست ارشيز طبعا باخد السايدز والفارانت ده الفيرست ارشيز دي بعض الحاجات اللي طلع منه نتكلم علي بعدين وده الساكند ارش اهو وده السيرد ارش وده الفورس ارش وده من هنا كان السكس ارش والارش من بره اهو كان عبارة عن اكتو ديرمال كافرينج اهوه اهوه اللون لازرق ومن جوه كان الاندو ديرمال لينينج هذه الارشيز كانت مفصولة عن بعض من الداخل بعدد خمسة باوتش اسماها الفارينجيال باوتش الفيرست باوتش كان يقع باوتش يعني جيب يقع بتوين الفيرست والسكند السكند باوتش اللي هو ده يقع بين السكند والسيرد السيرد باوتش يقع بتوين السيرد والفورس الفورس باوتش يقع بين الفورس والفيفس ومندمج مع الفاوتش الاخير ده ده الباوتش اللي هو الخامس ده الباوتش الرابع وده الباوتش الخامس مندمجين مع بعضه من الداخل اما من الخارج فكانوا منفصلين عن بعض كان الارشيز مفصولة عن بعضه بعدد من الشقوق تسمى اكتو ديرمال او فارينجيال كليفتس يبقى ده الفيرست اكتو ديرمال كليفت وده السكند سيرد الفورس يبقى تركيبة الارشيز او الفارينجيال ارشيز عبارة عن عدد من الارشيز يبله وعدادها ستة الخامس اختفى عدد من الكليفتس يبله وعدادها اربعة عدد من الباوتشيز يبله وعدادها خمسة اربعة خمسة ستة وكل ارشي عبارة عن ثلاث حاجات اكتو ديرمال كافرينج واندو ديرمال لايينج وبالدخل ميزو ديرمال ماس ويفصلها عن بعضه كل ارشي ينفصل عن التاني من برا بكليفتس ومن جوه باوتش وكل ارشي يخد له نيرف سابلاي على النسق اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية وكذلك يخد له ارتيريا سابلاي من الدرسة الاورطان اللي قاعد في ضغر ده كان الارشيز او فارينجيال ارشيز لحد الوقت احنا لسه ما تكلمناش عن الارجنز اللي هتشكل هي ده اندناك خرجت ازاي من هذه الارشيز خرجت من خلال دريفاتيبز يبتدي كل جزء من اجزاء الفارينجيال ارشيز تطلع دريفاتيبز فالاكتو ديرم حيطلع دريفاتيبز الاندو ديرم يطلع دريفاتيبز وكذلك الميزو ديرم يطلع دريفاتيبز تعالوا نشوف الاكتو ديرمال دريفاتيبز من خلال هذا الارشيز من خلال هذا الارشيز ادي الارشيز الارشيز فين الناحية البرا فالفرست فرينجيال كليفت هيحصل له حاجة غريبة خالص هيحصل له جروينج ديبلي انسايد الميزو ديرمال ماس يمو هذا الكليفت هيحصل له جروس للداخل علشان يكون تلات حاجات الانترنال اكسترنال اوديتروميتس والاوتر كافرينج او الاوتر لير اوف زايد درام وينتهي بتكوين الاوريكل ده على طبعا عن ناحية دين ده كمين ده كان الفيرست فرينجيال كليفت هيكون التلات حاجات ديب طب ماذا عن السكن دفرينجيال كليفت السكن دفرينجيال كليفت هيحصل له جروس من السايدز والفراند قدام النك وعلشان يكون فلاب بهذا الشكل اوه هيحصل له جروس ويكون فلاب اسمه اكتو ديرمال فلاب هذا الفلاب هيمشي في مقدمة النك ويغطي على السكند فرينجيال كليفت والسيرد فرينجيال كليفت والفورس فرينجيال كليفت ويقرب منين يقرب من الاكتو ديرم بتاع البودي سيرفس اللي تحت النك ده مش كده وبس ده بعد ما يقرب منه هيحصل له فيوجم معايا ندمج معاه نتيجة اندماج الاكتو ديرمال فلاب اللي كان طالع من السكند فرينجيال كليفت مع الاكتو ديرم بتاع السيرفس من السيرفس من السيرفس من السيرفس سيختفى على قصر من ستندفن والثالث والرابع فرينجيال كليفت ومكان الاختفاء فكان الاختفاء بالتحق يظهر في صورة صينس سرعان ما يختفي نتيجة الفيوجن نتيجة الفيوجن يعقبه اختفاء الارشنج باترن منطقة تقوس النيك الاقواس الموجودة في مقدمة النيك ستختفي ويصبح النيك له smooth pattern المعروفة بالنيك الادامية انها smooth ما هيش ارشنج ديت كانت مين؟ اكتو ديرمال دريفتيف اوف راينجيال ارشنج يبقى الفيرست ارش طلع لي ثلاث حاجات طلع الميتاس وطلع ال اير درام الاوتار سيرفس وطلع من هنا بعد كده الاوريكل اما السكند اكتو ديرمال كليفت فطلع الاكتو ديرمال فيلاب اللي اندمج مع الاكتو ديرمال بتاع البودي سيرفس للجنين في منطقة النيك وكان نتيجة هذا الاندماج انه دفعنا تحت منه مين؟ السكند والسيرد والفورس برانكا الكليفت اللي اختفهم خالص وطرقوا اثار الاختفاء في صورة سيرفيكال سينس سرعا ما اختفى هو الاخر يبقى كده خلصنا الاكتو ديرمال طب ماذا عن الاندو ديرمال ديريفتبز اللي هتخرج من الفرينجيال باوتجيز ده منظر تاني اول للبرانكا الكليفتس ادي الفيرست برانكا او الفيرست فرينجيال كليفت طلع ثلاث حاجات وده السكند فرينجيال كليفت اللي طلع الفلاب اللي اندمج مع الاكتو ديرم اللي تحت النيك واختفى على قصره الارشنج باترن او بقيد البرانكا او الفيرينجيال كليفتس الثاني والثلاث والرابع واصبح للنيك الاسموث باترن من الصيد ده ومن الصيد التاني ومن الفراند هي اختفى الارشنج باترن بتاع الفيرينجيال الارشيز وتصبح للنيك الاسموث طيب ماذا عن الاندو ديرمال ديريفتبز انا عندي خمسة باوتجيز الفيرست والسكند سيرد الفورس تعالوا نشوفوا الباوتجيز دي هتطلع اين ادي عندي من جوه بقى الباوتجيز يعني من الداخل ده الفيرست ارش وده السكند فرينجيال ارش سيرد فرينجيال ارش الفورس وده الفيفس الباوتجيز اللي احنا قلنا من الداخل انا عندي خمسة باوتجيز ده الفيرست سيحصلوا ايضا جرص ديب ليي فيها داخل الميزودرمال ماس علشان يتحول الى حاجتين اتنين البروكسيما البارت منه هيتحول الى الاوديتوري او الاوستيكيان تيوب اما التسطل البارت اللي جوه فيتحول الى الميدل اير كافتي ده بالنسبة لما كان خروجه منين لما كان خروجه من هذا البار يبقى جزء منه ومن الداخل سنجد الانر لاينينج ده كانت من الخارج وانتقام برا الكلفت ومن الداخل الانر درم طيب تعالوا نشوفوا السكند فرينجيال باوتش هيطلع ايه ده السكند باوتش هيحصل له جروينج ديبلي انسايد زاميش ديرم ثم يتفرع العدد من الفينجر لايك بروسسز اللي هتكون التونسلر كريبتس التونسلر كريبتس دي تصبح بداية بداية تكوين البلاطين تونسل التزابريمورديم يعني بداية تكوين البلاطين تونسل اللي هتبتدي تشد من المجدرم الراوند طبقة وتحولها الى الكابسول بتاعة البلاطين تونسل طيب من السيرد باوتش الاندودرم بتاعه ايه اللي هيحصل له هيحصل له جروينج ديبلي في صورة ايه في صورة عدد من الفينجر لايك بروسسز اللي تنقسم الى شعب دين اتنين واحدة سيفالك وواحدة كودل السيفالك هو عبارة عن بروز اسمه انفيريور باراسايرويد والكودل هو عبارة عن بروز اخر اسمه سايمس دايفيرتيكولم كل واحد في صورة دايفيرتيكولم طيب ايه اللي هيحصل بعد كده يبقى الفيريور باراسايرويد اللي فوق والسايمس اللي تحت طب نستنى شوية كده وندخل على الفورس فارينجيال باوتش الفورس فارينجيال باوتش يطلع دايفيرتيكولم واحد يطلع بروز اسمه واحد هو السوبيليور باراسايرويد الله معنى الكلام دا ايه الانفيريور باراسايرويد طلع من السير دايفيريور والسوبيليور طلع من الفورس فارينجيال باوتش ايه اللي يعنى السوبيليور تحت والانفيريور فوق ما ايه اللي حصل اللي حصل ان السايمس جيلاند مع الفيرزر ديفلوبماند هيحصل لها جروينج وتتحرك ميجريشن وتستقر في مكانها في منطقة صدر الجنين في السوركس هتشد معاها الانفيريور باراسايرويد وتركانها توصلها وراء السيروت جيلاند فتستقر في مكانها تحت السوبيليور باراسايرويد لابقى هنا بأكد وقول الانفيريور باراسايرويد دايفيرتيكولم اللي هو يصبح بعد ذلك الانفيريور باراسايرويد جيلاند طالع من السيرد فارينجيال باوتش اما السوبيليور باراسايرويد فكان طلع من الفورس فارينجيال باوتش وأخيرا من الفيفس فارينجيل بوتش كان هيخرج بروجيكشن اسمه ألتيمو برونكيال بودي هذا الألتيمو برونكيال بودي هيهاجر من مكانه ويدخل في قلب السبستانس أوفزا سيروت جيلاند اللي موجودة في النك هنا يدخل ويكون بداخلها السي سيلز أوفزا سيروت جيلاند اللي هتطلع هرمون الكالسيتودين دي كانت الاندوديرمال دريفاتيفز أوفزي فارينجيل بوتش من الملاحظ إن الاكتوديرمال دريفاتيفز والاندوديرمال دريفاتيفز خرجت من الاكتوديرم أو من الاندوديرم كانت كلها في صورة بروزات تسمى ديفرتكولا أو بروسسز هتكون البدايات أو البرموردية للأورجنز بتاعتها بالضبط في عملية شبهية لو حبنا نشبه الكلام ده نقول إن هذي الجروزات هذي البروزات اللي خرجت من الاندوديرم أو من المشديرم لو احنا نتذكر في الاعياد البلونات اللي احنا بنطيرها وبننفخها وبتنفجر بنمسك المنبرين بتاعها ونشفطه ونعمل منه باللونات أصغر في الحجم تبقى في داخل الفم نطلحها ونربطها ونعمل ما يعرف باسم الزوزيقة اللي نوع نلعب بيها ونخبطها في رأس بعضنا أيام الصغر بالضبط هناك يد بتشفط بتدفع الإندوديرم سواء في الفيرست أو الساكند أو الساكند أو الساكند أو الفورس أو الفيرس باوتشز تشفطها وتتسبب في خروج بروزات بهذا الشكل يبقى الفيرست دفرينجيال باوتش هيطلع الاستيكين تيوب والميدل إير كافتي والإنر ليننج أو الإنر لير أوفز إير درام الساكند دفرينجيال باوتش هيطلع التونسيلر كريبتس اللي هتكون البريموردية يعني بداية البلاتين تنصل الساكند دفرينجيال باوتش هيطلع بروزين تو دايفرتيكولا اللي فوق اسمه انفيلور براسيرويد واللي تحت اسمه السايمس ونتذكر ان الفورس فرينجيال باوتش هيطلع الساوبيلور براسيرويد الانفيلور طلع من السرد والساوبيلور طلع من الفورس لكن المايجريشن الجروس أو في سايمس دايفرتيكولا لما كانه في السوركس هيشد معا مين هيشد معا الانفيلور براسيرويد ويحطه تحت مين يحطه تحت الساوبيلور براسيرويد دايفرتيكولا ورا مين ورا السايرويد جلاند وأخيراً كان الفيفس فارينجيا الباوش بيطلع الألتيمو برونفل بودي اللي هيهاجر بداخل السيروت جلند ويكون السيسيلز اللي هتفرز همون الكالزيو تونين المنظر ده لطيف برضو ده كورونال سيكشن في منطقة الفارينجيا الأرشز ده الإندوديرب أهو وده كان الإكتودير ده الفيرست أرش وده الفيرستيكليفت اللي هيطلع هنا الإكسترنال أوديترومييتس والأوتر ليننج أوفز درامو من هنا يتكون الإير وده السكند إكتوديرمال كليفت اللي هيامو في صورة فيلاب ويندمج مع السيرفز بتاع البودي ويؤدي إلى اختفاء الأرشنج باترن أوفزي برانكيل أو الفارينجيا الكليفت طب الإندوديرم ده الإندوديرم الأولاني اللي هو الفيرستي فارينجيا الباوش اللي هيطلع من هنا ديت اللي هي الأوليترتيوب وليات التنباني الكافتي اللي هي الميدل إير كافتي طب ده السكند باوش وده السيرد باوش ومن هنا ده كان الفورس باوش وده كان الفيفس باوش السكند باوش يطلع مين هيطلع التونسيلر كريبت اللي تصبح من البلاطين تونسيل بعد كده طب السيرد باوش اللي هو ده هيطلع من يطلع حاجتين اتنين هيطلع الانفيلو باراسيرويد ويطلع السايمس السايمس لما تنزل تحت وتهاجر لمكانها في السوركس هتشد معها الانفيلو باراسيرويد وتجعلها تستقر بهايند زا تونسل عدف مكانها عفوا بهايند زا سيرود جيلاند وتخليها تقعد مكانها ورا سيرود جيلاند إنما الفورس فارينجيال باوش هيكون السوبيلي والباراسيرويد اللي هيهاجر بطلقائية ميديالي ويستقر خلف السيرود جيلاند أما الفيفس باوش فكان يطلع الأكتيمو برونكا البوضي اللي هيهاجر المراتي بس بداخل السابستانس أوفز سيرود جيلاند ويكون السي سيلز اللي هتفرز هرمون الكالسيدوني ديت كانت الاكتو ديرمال والاندو ديرمال ديرفاتيبز أوفزي فارينجيال أغارشز يعني الديرفاتيبز اللي خارجه من الكليفتس اللي هي الاكتو ديرمال انورجين والديرفاتيبز اللي خارجه من الباوشز اللي هي اندو ديرمال انورجين ودورها في تكوين بعض من الأورجان of the head and neck نكتفي بالججء ده ونكمل في المحاضرة التانية